شهدت العاصمة الكويتية فعليات الاحتفالية الختامية الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية 2016 وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير لولة الكويت الشقيقة وقد شاركت معالي الشيخ ميب بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في فعليات الاحتفالية التي حضرها عدر من شخصيات الثقافية المرموقة في العالمين العربي والإسلامي وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخ ميب إن دولة الكويت الشقيقة حققت في عام 2016 العديد من المنجزات الثقافية لعل أهمها مركز جابر الثقافي الذي يتوجه اهتمام ودعم القائمين على الثقافة بالكويت وعن أهمية لقب عاصمة الثقافة الإسلامية أشرت معاليها إلى أن اللقب يمثل مسؤولية على الدود الحاملة له فيتم تكريس الإمكانيات والجهود لإظهار جماليات العاصمة وثقافتها وإرثيها الإنسانية وتساعد المحرق بدورها لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2018 وهي فرصة لنضع العالم أمام مشاريعنا التي عملنا عليها بصمت لترويح حكاية المكان والتاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر